اتخيل معاي من انك تقعد تبني البودكاست مالك من الشهور حاليا عندك افكار جدا حلوة وتقعد تحط حلقات كثيرة لكن الارقام ما قاعدة تتحرك جمهورك ما قاعد يكبر ناس ما تتوقع انت قاعد تحس من انك تقعد تسوي كل شي الصح لكن النتائج ما قاعدتي لكن لو نشوف منافسينك اللي في نفس النيش اللي انت فيه قاعدين يكبرون كل اسبوع وقاعدين يبنون جمهور عالمي وداما يتابعوهم هما ما عندهم محتوى احسن منك بس هما عندهم احسن منك سهل وايد منك تحس انك انك في صباق قاعد تخسر فيك لكن الصدق هو من ان معظم الناس اللي يدخلون في البودكاست ما رح يهتمون بهذا الشي بشكل كبير وهذا اللي يفرق ما بين البودكاستر العادي من الشخص اللي ينجح مش بس عن الموهبة بس هو عن الكنسيستنسي عن الاصرار من انك تسوي ابلود كل يوم وعندك بروسس قاعدة تشتغل قبل ما حتى تبدأ المايك مالك خاني رويكم كيف نحن نقدر نتغير بها الطريقة نفس ما قلت البودكاست مش بس تقاعد تقعد وتضغط ريكورد او تضغط زر بدء التسجيل وبعدين تحط البودكاست في الموقع اش الناس اللي يفوزون هما الناس اللي دامنا يعاملونه كأنه بيزنس هما عندهم سيستم في الاماكن هذي وعندهم هدف معين ونظرة معينة هما يجهزون يبحثون عن موضوعهم ويعرفون شو بعد جمهورهم يريدون وعندهم ستركتر كامل لشو الحلقة بتكون بس بعد خلنا نقول تسويت 20 حلقة كل اسبوع هذا ما رح يأكد لك النتيجة فلازم بعد تركز على شيء مهم والهو البروموشن الترويج هذي معنات تخبر جمهورك من انك ترح تنزل حلقة الحين واي واحد يسوي تعليق ولا لايك تشكره او من انك تتكلم معاه فتسوي نفس الانجاجمنت مع الجمهورك وبعد فوق كل هذا يكون عندك جدول هذا الشيء انا بنفسي حتى ما كتتسويه حاليا انا عندي جدول 4 ايام بالاسبوع كل اسبوع انزل فيه 4 حلقات لكن اول ما كتتسوي هذه السالفة وما كتأكبر كل من ثبت هذا الشيء اذا انت تنزل حلقة بالاسبوع هذا شيء عادي لكن اللهم ان اهم شيء من انك تتنزل حلقة في الاسبوع لكن في نفس الوقت كل اسبوع في البودكاستنا انا نزل كل حلقة من يوم الخميس دين يوم السبت كل يوم في الساعة 6 المغرب بالضب وهذا الشيء الجمهور يحتاجونه يحتاجون يحتاجون من انه في هذه الساعة هذا الوقت في هذا اليوم هو يوم البودكاست اللي هذا او هو يوم القناة او هو يوم مثلا حلقة مع نتفلكس تنزل في هذا الوقت الناس يحتاجون وبدون ما نعرف في ناس يعودون عمارهم من انه ساعة 6 المغرب مثلا يأكلون عشاهم وليسهمون اي شيء ويشغلون البودكاست في نفس الوقت لكن لو انا انزل ثمانية الصبح او بعدين انزل عشرة في الليل ولا 6 المغرب ما في كنسستنسي وهذا الشيء راح يعصب الجمهور لانما يبون جدول كنسستن هذا شيء مهم جدا اوكي حب بنتكلم عن الكي كونسبت حق السكسسفل حق الأوبوريشن الناجح حق البودكاست او حتى اي ميديا شانل يعني اي قناة ينزلون على الانترنت مهما كان يده بودكاست او قناة يوتيوب او حتى انستغرام او الشيء اللي بنتكلم عنه هو كونتنت باتشن واللي هو معناته تجميع المحتوى من ناس ما انت سامع تجميع المحتوى هو عبارة عن من انك انت تأخذ لك يوم كامل ولا 6 ساعات تسجل فيه 4-5 حلقات في نفس الوقت وبعدين تسوي edit وبعدين تسوي schedule لهم تجدولهم على الايام والساعات اللي انت تريده بدال ما انك تتأخر يعني لين اخر ساعة من البودكاست كونتنت باتشن يساعدك بشكل كبير ناس ما قلت لكم انا نزل حلقات من الساعة من الخميس لين السبت في الساعة ستة المغرب لكن انا اللي اسوي هو من اني يقعد ثلاث ساعات ولا ساعتين مثلا في يوم الاثنين ولا في يوم الثلاثة واسجل الاربع حلقات هذي كلها مع بعض وبعدين اسوي اجدولهم من اني ينزلون في هذا الوقت وهذا شي يساعدني بشكل كبير فلازم تسوي لك عدة حلقات ولا عدة مثلا انستغرام بوست كله في نفس اليوم بعدين تجدولهم لأسبوع كامل هذي احدى شي تقدر تسويه ثاني شي هو الاديتينج وبعد من انك انت يكون عندك الكواليتي كنترول في الموضوع التهنيم يا انك انت راح يكون عندك فريق كامل او من ان انت عندك سيستم قوي حق الاديتينج مثال كبير انا اسجل في اوداستي تطبيق اسمها اوداستي حلاوة تطبيق انه يعني يسهل كل شي علي فبعدين خلاص اول ما اخلص الريكوردينج على طول احطه بالموقع هذا هو يعني السيستم مالي لكن اذا انت مثلا عندك قناة يوتيوب اكيد لازم لانك تسجل الفيديو بعدين ترسله لفريلانسر او فريق شخص عندك يسوي اديتينج حق الفيديو وبعدين لازم تكلم ثومنيل ديزاينر يسوي لك صورة اليوتيوب القناة اليوتيوب او فيديو اليوتيوب وهذا شي مهم جدا وبعدين هم يعطوك النتائج وانت طبع لازم تتفعلهم وبعدين انت تجدوله في يوم معين فهذه مثلا سيستم كامل حق القناة يوتيوب مثلا اما انا في البودكاست مالي ما عندي هذا الاشياء كلها انا بس حاب من اني خليك الاشياء بسيط طبعا حتى تقدر تستخدم انترو معين انت سجلتك قبل سنة ولا قبل اربع شهور تستخدمها كل بداية الحلقاتك او حتى نهاية الحلقات حقتك ثالث اهم شي هو اوديينس انجيجمنت واللي هو من انك تتفاعل مع الجمهور مش بس الموضوع من انك انت تطلع حلقة وبس يعني لازم من انك تتكلم مع الجمهور حقك احسن البودكاستر يهتمون بهذه النقطة هذي فهذه معناتها لو انت مثلا تنزل كلابات في الانستغرام مالك ولا في التوك توك مالك لازم من انك تتكلم مع الناس اللي يعلقوه بهالطريقة انت قاعد تسوي مجتمع جدا جدا مخلص لك ومخلص لمهمتك في هذه اليوتيوب او في البودكاست او لأي رسالة انت تسويها لكن هم يكونون مخلصين لك وللبودكاست مالك او لأي ميديا مالك اوكي بما اني انا قلت هذا الكلام كله خلني حين اعطيك خطتك الاسبوعية اللي تقدر تسويها هذا الاسبوع على اساس من انك تبني اللي تكلمنا عنه اليوم اول شي هو من انه يكون عندك يوم كامل من انك تسوي خطة عن الكونتنت مالك كله يعني هو بس يوم واحد وسوي عصف جوي يعني براينستورم من انك تسوي بحوث ركز على شل الجمهور مالك يتكلمون ووين منافسينك يسحبون يعني مثلا انا ملاحظ ان كثيرين من منافسيني ما يتكلمون عن الوبوريشنز عن الماركتين عن السيلز وما يهتمون على اشياء الجدا صغيرة بس يتكلمون عن يعني النجاح والسوار بس يعني موتيفيشن انا ما داني هذا الاشياء وهذا انا سويت البودكاست هذا على اساس ان يكون الموضوع جدا مركز على التكتيكات اللي يسوونها الناجحين طبعا بهذا اليوم انت راح تكتب مثلا عشر حلقات ولا عشر افكار ثانيا هو من انك تسوي ريكورد وباتشن واللي هو تكلمنا عنه من انك تجمع المحتوى يوم كامل من انك تسجل على الاقل حلقتين ولا اربع حلقات ولا خمس حلقات في ناس ترى معروفين من انهم يسجلون تسع ثمن حلقات هذا الشي راح يساعدك ورح يخليك كنسيستنت اكثر من انك تسجل كل يوم ولا في يوم الديدلاين يعني يعني حتى باك تفكر معاي من هو الشخص اللي راح يفوز ضد واحد يسجل 15 حلقة 12 حلقة كلها بنفس اليوم 6 ساعات باليوم من هو يفوز ضد هذا الشخص يعني واقعيا هذا الشخص راح يسجل 12 حلقة بنفس اليوم يعني يشتغل اربع ساعات يسجل 12 حلقة بعدين يجدولهم كلهم شهر كامل فبكل سهولة هو يشتغل اربع خمس ساعات باليوم وبعدين عنده اجازة شهرية فهذا الشخص مستحيل احد يفوز ضده ويقدر يكمل لمدة 10 سنين قدام واقعيا في الشهر كامل هو يشتغل بس 6 الى 7 ساعات فقط وكله بنفس اليوم من هذا الشيء تقدر تسوي بعد حتى في الدراسة او في اي شيء يعني باتشينج شيء قوي اعتبر ثالثا واللي هو editing routine واللي هو من انك تسوي روتين كامل حق التعديلات اذا كان الـ editing ياخذ وائد من وقتك ممكن انك تدفع في فيفر موقع فيفر اسمه وتقدر من هناك تتكلم شخص اكيد تتفعل على 30 او 40 ولا حتى 100 درهم على اساس ان يسوي لك الشغل هذا لكن الشغل يسوى لانه هو محترف وهذا شغله رابعا engagement block يكون عندك بلوك كامل ساعة ساعتين من انك تتكلم مع كل الناس اللي يتفاعلوا مع البوستات مالتك اسألهم عدة اسئلة اشكرهم من انهم طالعوا وسووا comment او اشكرهم من انهم يعني سووا comment جيد لك هذا شي مهم لانه انت لازم ترويهم من انك تقعد تسمعهم خامسا هو من ان يكون عندك استراتيجية للترويج فكر في كيف انت لازم من انك تحط البودكاست هذي في عدة اعيون او اذاني الناس اللي انت تباهم كيف تحط قدامهم في واي دي من الناس مركزين بس من انهم مثلا ياخذون 10 ثواني من البودكاست مالهم ويحطونه في السوشال ميديا هذي استراتيجية حلوة وفي ناس يشوفون ان هذي مضيعة وقت والافضل من انه يركز كل وقته من انه ييب واحد عنده فولوورس ويصديفه في البودكاست هذي تعتبر استراتيجية بعد حلوة انت تختار شو اللي استراتيجي اللي تباها واخر كلامي هو من انه الصدق هو انت تقدر من يكون عندك احسن فكرة في العالم لكن اذا الابوريشن مالك اللي تكلمنا عنه انت ما عندك خطة كاملة البودكاست مالك ما رح يكبر نص ما تتوقع لان معظم البودكاستات يحتاج له من انه يكون عندك خطة عشر سنين قدام لو انا حين قلتلك ان البزنس مالك ولا قناتك في اليوتيوب ولا البودكاست مالك هل انت نوي من انك تسوي هذا البودكاست وتتم فيه لمدة عشر سنين قدام عيلا تحاول تسوي بودكاست لانه رح يكون جدا قاتل لك حتى لمدة اربع خمس سنين ما رح تلاقي اي انتباه لكن فجأة في السنة السابعة انت رح تيلك انتباه جدا عالي فلهذا لازم من انك تبني الوبوريشن مالك على اساس من انك تقدر من انك تكمل عشر سنين قدام بدون اي تعب معظم الناس ما رح يسوون اللي تكلمنا عنه اليوم بس يمكن واحد بالمية من الناس اللي بيسمعون البودكاست رح يسوون هذا الشغل هذا وفي واي دين من الناس بالنسبة لهم من ان البودكاست الناجح او حتى اي بزنس ناجح هو عبارة عن اوه هذا الشخص كوميدي هذا شخص يعني ستانب كوميدي هذا الشخص عندك رزمة او هذا الشخص عنده معلومات كبيرة بس الصدق اللي ينجح بالبودكاست هو الشخص اللي يعامل ويحترم البروست بشكل قوي وقاعد يعدل على البروست ماله وما يوقف من انه يعدل ابدا نجاحك هو في يدك اضغط على الوبوريشن مالك وبتشوف بودكاستك قاعد يكبر واذا تحب تتعلم اكثر ادخل المجتمع اللي تحت وراح اكلمك هناك